فقية على الناس اللي ماتت من السيلفي اللي هو هو بيعمل سيلفي مات لأنه هو بيعمل سيلفي عمل حاجة خطر فمات لو الناس في خمس سنين اللي ماتت من السيلفي أكتر من اللي أكلتها اسماك القرش يعني في خمس سنين لو أنه الناس اللي زي ما تشايف ده هو ده بياخد سيلفي مثلا قدام القطر الناس الجنينة يا جدعان عشان ياخد سيلفي سألوا مجموعة من الشباب لو أنت واف على حفة جبل تغامر أنك توف على الحفة دي عشان تاخد سيلفي حلو قالوا له ها أغلبتهم قالوا ها ها إيه الجنان بتاع السيلفي ده سيلفي مع قطر سيلفي مع حيوان مفترس مات كان في الخمس سنين ميتين خمسة وسبعين القرش وده يعني سمكة متوحشة ما بتفهمش بهيمة يعني سمكة القرش دي بهيمة قتلت خمسين في خمس سنين فالناس بتعمل في نفسها عميل زي الزفت إيه اللي بيجرالنا ده يا جماعة يعني الناس تموت حشان تعمل سيلفي أنا باستغرب جدا والله بصراحة وأنا باستغرب من الناس ودايما باسأل طب انت هتعملي بيها يعني لما بنقف نتصور مع ناس أو كده قلقى الحرص الشديد طب انت هتعملي بيها بعد كده هينزلها يعني على الانستجراب طب وبعدين عشان ايه يعني ايه اللي حصل ايه الشي العظيم بقولك فيه عمل وابليكيشن في الصين عشان تعرف زي كانت جنبك كورونا إنما بقى فيه ناس عندها الانجاز العظيم السيلفي الستوري اللايكس اللي مش عارف ايه الفولور فضل ده الكلام ده الكلام تولع تولع الصورة حياتك يا ابني حياتكو والغريب إنه الموضوع ده كله أطفال وشباب يعني الحمد لله السن بتاعنا ده ما بيوصلش المحلة دي أنا بالنسبالي يولع السيلفي يعني مش مهم إنما أطفال وشباب في سن الظهور طبعا ده ده الناس اللي ماتت بكلمكم عن متين 75 أنا بقى ما بتكلمكش عن ناس اللي اتعورت ناس اللي اتبهدلت الناس اللي الصور جابت لها مشاكل قانونية عشان ازيتكو بقى مش شعر بيت علشان بقى تفهموا يعني الدنيا راحل فين فضل كل ده عشان يعمل سيلف يقعد قدام القطر أخطر سيلفي في العالم ده أنا جماعة بخاف عدي من قدام عربية ده أنا لما بيبقى في عجلة جاية بيبقى مرعوب لو في عجلة معدية تعرفين من في أوروبا كمية العجل ودلوقتي عندهم حاجة جديدة للسكوتر ده كمان أنا بخاف منه أنا باجري من قدامه باجري من قدام للسكوتر باجري من قدام العجلة البايسكر العادي فضل هادي يا عم طب بزمتكو مش ليه حق السمكة تاكلوا بزمتك يعني أنا سمكة ماشية في حالي سمكة ماشية في حالي قرش غلبان ماشي في المية تيكي بات تديني رقلك عملاني با